أنا محامية وحالياً عذو في مجلسنا بالشعب ترقصت لاجة الحرية الفردية ومساوية اللي عنا عليها وكونها رئيس جمهورية السابقة اللي يرحم مبيشي قايد سبسي لكن قبل هذا يعني كنت ناشطة في المجتمع المدني وخاصة في الحركة النسوية وشاركت في تأسيس جمعية نساء ديمقراطيات وترأستها على امتداد ستة سنوات من خمسة وتسعين إلى ألفين واحدة هو أولاً يعني عندما النخبة تقترح فهي أيضاً تعتبر نفسها مسؤولة أن تكون ريادية يعني ليست مطالبة أن تكون فقط في الاستجابة إلى الرأي العام ما يسمى الرأي العام بل نخبة عليها أن تقترح ما من شأنها أن تقدم بالشعوب ثانياً أنا مقتنع شخصياً لو أتيحت فرصة لتفسير التقرير مثل ما وقع تشويها بنفس الإمكانيات لفهم التونسيون والتونسيات أن هذا التقرير هو يحمي حقوق الجميع بل ويحمي ربما حقوق المصدعفين أكثر الذي هم حاجة في حاجة إلى حماية يعني تقرير نفسه يتضمن مقترحات مشاريع قوانين لا فقط لي حماية حر الضمي ولكن لي حماية من يريد من يمارس شعائر الديني يعني واضح يعني تقرير يحمي الجميع لهذا أقول دائماً أن الحملية التشويهية التي حصلت وكل ما حصل لم يترك مجال للناس أن يتفهموا أن المعارضين نفسهم هو حمالهم نحن المنظومة تشريعية في مجال الحريات لم تتغير منذ الثورة هناك في مسئلة المساوات هناك بعض القوانين هناك عدد قوانين مثل قانون مناطق العنفة للمرأة مثل قانون تمكين الأم بالسفرة مع التفل مع التفاقية الدولية يعني هناك العديد في مساوات لم نبلغ المساوات التامة لكن هناك مثلاً مسألة التناصف يعني هناك إجراءات قوانين تتجع أكثر نحو المساوات بين الجنسين لكن لو ننظر إلى المنظومة القانونية المتعلقة بالحريات وخاصة نحوات فردي لم تتغير التقرير هو الهدف منه هو تغيير القوانين ومن خلال تغيير القوانين أنت تضمن يعني للناس ممارسة حقوقهم وأن كان هناك مظالم أن هناك يعني أن الناس سلتأجي إلى القضاء هذا هو يعني إنسان عندما يذهب يعني ممارسة حرية وفردية سيشعر أن القانون يحميه ليس القانون عكس ما هو موجود اليوم في عديد المجالات القانون يظلمه والقانون يحرمه من ممارسة حقوقه وهناك في بعض حالات فراغ فراغ قانوني يمكنه من أعتداء الحرية الفردية يعني هناك قوانين متعارضة تماماً مع الحرية الفردية يعني تنتهك حريتك باسم القانون والقاضي مطالب بتطبيق القانون وهناك حريات تنتهك لأن هناك فرق قانوني وهذا ما قلناه في التقرير تغيير قوانين إضافة نصوص تغيير نصوص إلى غير ذلك هو القضاء يطبق القانون لكن القضاء بعد الدستور كان يمكن أن يتأقلم أكثر مع الدستور في انتظار تغيير القوانين ربما أنا شخصياً دائماً أنقذ القضاء من هذه الناحية أنه لم يغير فقر القضاء باعتماد روح الدستور يعني مثلاً الفحص الشارجي القاضي التوصي ليس مجبر أن يطبيقه باعتباره غير موجود أصلاً في القانون يعني ليس هناك في القانون ما يفرض على القاضي أن يستعمل فحص الشارجي يعني اليوم بعد 9 سنوات من الثورة وبعد 5 سنوات من الثور لم يتخل القاضي التونسي على الفحص الشارجي الذي هو في الواقع يعني ممارسة استعملها القضاء لإثبات الجرم يعني فهو ليس مجبر بالقانون وهذا ما أقوله في بعض أحياناً حدث مع بعض القضاءات يقولوا ليت غير القانون ونحن سنطبق نعم سنغير وستطبقون لكن في الأثناء أنتم لماذا تستمرون في هذه هذا الاعتداء على الحرمة الجسدية البشر والقانون لا يجبركم على ذلك هناك حتى يعني التزامات العامة لتونس على المستوى المنظومة الدولية يعني مفروض المفهوم الحرمة الجسدية يعني يكون موجود بصفة آلية على دار القضاء لكن أنا أعتبر أن القضاء في بداية الإسلاح ومجتمع كلنا في بداية الإسلاح ليس فقط القضاء سيتطلب بعض الوقت لكن الإسلاح الحقيقي أيضاً سيمر حتماً بتغيير القوانين التي حقيقةً تخرق الكرامة أصلاً وتمس الكرامة الإنسانية هناك القوانين اليوم وممارسات أي مس الكرامة والحرمة الإنسانية حتى نكون واضحين الدستور فاصل أولي تحدث عن الدولة الإسلامية تونس دينها الإسلام نظامها جمهوري لغاتها العربية تونس التأويل نتعلم جميعاً أن الفصل الأول من الدستور 2015 هو الفصل الأول من الدستور 2015 وأنه كانت الفكرة أنه يتعلق بالتونسيين لا يتعلق بالدولة بالمجتمع أنه أغلبية مسلمة يمكن يتغير لغم أنه الدستور ينص على عدم تغيير هذه النصوص لكن ربما في ثورة أخرى وفي يعني ربما عندما يحصل ربما ما حصل في 2011 ثم 2017 والدستور ربما يأتي يوم أنت يأتي الدستور يقول حرفياً الدين مسألة شخصية كل مواطن ومواطنة حرار في مرس دياناتهم والدولة تحمي مرسة الشعائر الدينية لكل مواطن ولكن الدولة مدنية حسب رأيي الدستور فيه تأويلات ممكن ولكن التأويل حماية الحرية الفردية والعامة واضحة مبدأ المساويات بين المواطنين والمواطنات واضحة يعني هؤلاء كمبادئ التي جاءت الدستور التي حتى كانت تستعمل يعني المرجعية الدينية لا أخشى عليها لا أخشى عليها لأن الدستور هو ميثاق مجتمعي بين التونسيين وتونسيات يعني هما فكروا فيهم مع بعضهم يعني في داخل المجتمع الاتفاقات الدولية مهما كانت يعني تناقش على مستوى الدول يعني بدون الشعوب فهو مهم بالنسبة لي أنك المجتمع يستوعب والقضايا والقضايا يحترم الاتفاقات الدولية لكن أسوموها حسب رأيي فيها يعني وكأنه عزلنا أو أقصينا المجتمع من النقاش حول أنت عندك الدستور في مبادئ عاما عندك الثاني الاتفاقات الدولية التي نصت على كل حرية الفردية فصلتها يعني عالمية تطور حتى في ما هي الحرية الفردية يعني هي تتطور مثل الحرية العامة يعني هناك عدة حقوق يعني ظهرت أو الناس تحقق مثل حق البيئة مثلا هي حق جديد يعني هناك عديد حقوق التي يكتشفها وتتطور بتطور النقاشات والحوارات والوقت والوضع وعدة حاجات يعني فأنا لا أخشى على هذا لأنه لا يمكن لأي محكمة أن تتعارض مع الاتفاقات الدولية يعني أي محكمة دستورية ستكون مرجع دستور ولكن مرجعها أيضا اتفاقات الدولية لأنها يعني حتى المحكمة الدستورية هي ملتزمة بالدستور ولكن لا يمكن أن لا تتعرض للاتفاقات الدولية لأنه حتى في الدستور يعني خاصة في الدباجة هناك الرجوع إلى الاتفاقات الدولية والمنظومة الكونية لحق الإنسان أمنيتي 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 أن أعيش اليوم أن أكون في المغرب الكبير ديمقراطيا وحرا وضامنا لكل الحرية